سلاسة أخبار خطيرة تدعو للترقب واتسح حدقة العين وانتظار شيء سيحدث في العالم صحيفة بلد الألمانية الصحيفة كشفت عن وثيقة سرية مسربة من الجيش الألماني بتقولي الوثيقة بتحذر من احتمالية اندلاع صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي الناتو على الحدود الشرقية للحلف الوثيقة اللي كشفت عنها بلد بتقول في تصعيد محتمل هيكون خلال شهر فبراير المقبل شهر اثنين اللي جاي بعد كم اسبوع بين الناتو وروسيا في شرق أوروبا الوثيقة بتقول في سيناريوهات محتملة يجري الحديث عنها سيناريو تدريبي يصف خطوة بخطوة وشهر بعد شهر كيف سيتصرف الرئيس الروس فلاديمير بوتين وكيف سيستعين على الناتو للدفاع عن نفسه أمام الدب الروس وفقا للسيناريو المطروح هيبدأ التصعيد في غضون أسابيع قليلة وعليه سيرسل الناتو 300 ألف جندي إلى الجناح الشرقي للحلف في أوروبا بينهم 30 ألف جندي ألماني يبقى فيه 300 ألف جندي من حلف الناتو رايح على شرق أوروبا عشان يواجه روسيا منهم 30 ألف جندي ألماني ألمانيا بتظهر من جديد ولما ألمانيا تظهر اعرف ان فيه حروب عالمية وحسب السيناريو ستطلق السلطات الروسية موجة جديدة من التعبئة وستقوم بتجنيد 200 ألف شخص آخرين في الجيش في فبراير المقبل معنى ذلك ان فيه نص مليون جندي في مواجهة على الحدود الروسية مع دول الناتو ودول البلطيق الثلاثة اللي واقع على الحدود طبعا قالوا ان دول البلطيق أستونيا ولاتفيا وليتوانيا هيبدأوا في مواجهات مما سيجبر موسكو على نقل القوات والصواريخ متوسطة المدى الى كالينجراد لضرب ممر سوالكي عبر ليتوانيا ممر سوالكي ده بيقولوا هو هيبقى مقر أو نقطة الزلزال أو ما يسمى بالحرب العالمية التالت ممر سوالكي دوت اهو فين قدام حضراتكم ده ده الموضوع في خرايط كمان وفي اهو قالوا ادي ادي ليتوانيا و ادي بيلاروسيا و ادي الممرة هو دي كالينجراد اهو اهو و دي بولندا ده الممرة دي كالينجراد المنطقة دي منطقة روسية جماعة وفي ممرة هو قدامكم المنطقة دي روسيا هتبدأ عشان تواجه الليتوانيا والدول دي هتيجي تنقل قواتها المتين الفهه انا هاتلي يا ابني خريطة اوضح ايوة اهو ده اوضح اهو ده كالينجراد هو يا جماعة دي الحتة اهي اهي شايفين بحر البلطيق و ادي اسطونيا لاتفيا لتوانيا الدول دي و دي بيلاروسيا و دي روسيا لكن الحتة دي ارض روسي اهي شايفين روسيا دي اهو روسيا بالاحمر و دي دي ارض روسيا كالينجراد الحتة دي اهي وفي موار من بيلاروسيا يعني دي الحتة دي اهي ما فيش اي اتصال وروسيا بتودي معونات وبتودي دعم وبتودي مؤن إلى هذا الممر ده ممر سوالكي اللي بيفصل بين لتوانيا وبولندا لو لتوانيا وبولندا قافلوا هذا الممر الحرب قامت لأن ده ممر بيوصل لأرض روسية مش متصلة بالجورافي الروسية شايفين دي أوكرانيا طبعا تعرفين ودي من روسيا متحالفة مع روسيا فكل الأحمر روسي اللي بلا زرق دهوحل في الناتو هم بيقولوا إحنا هنيجي بقى هنا ننعسكر في الحتة دي نعسكر في هذه المنطقة وروسيا وهنقطع دي لما نقطع دي روسيا هتنقل السلاحها هنا فبيقولوا من المنطقة ده منطقة ممر سوالكي في الحتة دي ربما تكون مركز زلزال الحرب العالمية الثالثة وفقا لصحيفة بلد الألمانية وقالوا إنه ساعة الصف ربما تكون في مايو 2025 كمان يعني الحرب سيقرر الناتو اتخاذ مواصفات تقرير بأنها تدابير رضع موثوقة لمنع أي هجوم روسيا على ممر سوالكي بين بيلاروسيا وكالينجراد السيناريو السري قال إن قائد قوات الناتو سيصدر أوامره في ساعة الصفر التي ستكون في اليوم العاشر يوم 10 مايو ده من دلوقتي بيقول يوم 10 مايو 25 بنقل 300 ألف عسكري من بينهم 30 ألف ألماني إلى الجناح الشرق للناتو ويوخل الوثيقة سيواجه حوالي نصف مليون جندي غربي وروسي مدجاجين بالسلاح بعضهم البعض عندما مر سوالكي بلد الألمانية حاولت التواصل مع وزارة الدفاع الألمانية لكنها فشلت في هذا ده الخبر الأولان منين؟ من ألمانيا الخبر الثاني من السويد قلق وجدل بعد دعوات وزير الدفاع السويدي ورئيس أركانه للشعب السويدي بالاستعداد لحرب ما في الطريق قال لهم اللي بيحصل في أوكرانيا واللي هيحصل في دول البلطيق استونيا ولاتفيا هيؤدي في النهاية إلى أن السويد تجد نفسها في قلب الحرب لا يستعدوا الشعب السويدي يقف على أطراف أصابعه في حالة قلق شديد جدا خايف أن الحرب تقوم لأن وزير الدفاع قال انتبهوا قد ندخل في حرب وزير رئيس الأركان قال استعدوا فنحن على أبواب حرب الناس بلت تشتري بقى المستلزمات البيت وخزينه وغيره فيه في السويد النهاردة حالة من الهلع قالوا قد تحدث حرب في السويد والأي طراخي هيؤدي في النهاية إلى عملية كارثية والسويد اتصلت بأمريكا بسرعة الحقونها يا أمريكان وقالوا كمان إنه إحنا دخلنا الناتو فأمريكا روسيا باش تقدر تدربنا بسهولة وفيه اتفاق في نيسمبر الماضي بين أمريكا والسويد باستخدام 17 قاعدة عسكرية داخل السويد للقوات الأمريكية لحماية السويد الخبر التالت منين يبقى قلنا ألمانيا وقلنا السويد من بريطانيا بريطانيا تشارك في أكبر مناورة لحلف الناتو منذ نهاية الحرب الباردة ووزارة الدفاع البريطانية هي اللي أعلنت هذا الخبر النهاردة الاثنين وقالوا هنرسل 20 ألف جندي بريطاني للمشاركة في هذه المناورة العسكرية الكبيرة لحلف الناتو في أوروبا في النص الأول من العام الجاري بالإضافة لأسوف الحربية وطائرات بريطانية مقاتلة بمناسبة الزكرة 75 لتأسيس حلف الناتو بحسب وكالة رويترز للأنباء طبعا 16 ألف جندي من جيش البريطاني في شرق أوروبا دلوقتي وهيبقى فيه 20 ألف في المناورات والنظام العالمي الجديد بيهتز وورقة نتائج الحرب العالمية التانية مزقت والحرب الباردة انتهت لكن نحن في أثناء تحضيرات لحرب على الأبواب ربنا واحده أعلم إيه اللي يتم وإيه اللي يجري